لمناقشة الموضوع وذكرى السابعة والخمسين لهذه الجرائم البشعة والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر يحضر معنا في بلاتوى الظاهرة سيد محمد الأمين بلغيث الأكاديمي والمؤرخ أهلا بك سيدي أهلا وسهلا ويحضر أيضا معي الزميل عبدالقادر خربوش المتابع للملاف ونذكر فقط أنك كنت أنجزت وثائقي حسن عليه وبسببه على الجائزة من طرف وزارة المجاهدين كان ثري وثري جدا بخصوص هذه الجريمة البشعة خصوصا نذكر فقط أنك من بين الأناس القلائل الذين وصلوا إلى النقطة السفر من مكان التفجيرات النووية أهلا بكم حموديا نعم أهلا بك إذن سنبدأ بك أنت يا عبدالقادر يا خربوش بصفتك شاهد على هذه الجريمة كيف تصف لنا ربما المنطقة السفر من التفجيرات والإشعاعات النووية الفرنسية بالجزائر المنطقة السفرة ومنطقة حموديا ككلنا أعتبرها بأنها منطقة مبتورة من التراب الوطني حقيقة إني لحد ساعة ما زالها منطقة مبتورة من التراب الوطني ولم تنال استقلالها بعد ولو أنه تمكننا من الوصول إليها رفقة دليل من المنطقة كان عامل بذات المجمع أين أقامت فرنسا تفجيراتها تفجيراتها أنا أصحح المصطلح تفجيراتها وليس التجارب لأنها قامت بتفجير القنبلة النووية هناك ما زالت مبتورة لأنها ما زالت مسيجة يعني ولا يمكن لأي أحد دخول نحن خاطرنا بأنفسنا ودخلنا إلى غاية النقطة الصفر التي تبعد عن منطقة حموديا بحوالي عشر كيلومترات وما زالت مسيجة وما زالت كل المعدات التي تركتها فرنسا وراءها مردومة في المكان لا أحد يعلم ما الذي يوجد تحت تلك الرمال لا أحد يعلم ما الذي يوجد حتى فوق تلك الرمال يعني ما زال فيه مجسم كبير سكان المنطقة يقولون بأنها القنبلة الثانية التي لم تنفجر بعد وهذا ترك لنا أسئلة كثيرة طرحناها على مختصين لا يملكون الإجابة حتى المسؤولين في الجزائر لا أحد يعني يدلي بتصريحات بخصوص هذا الموضوع وبخصوص تلك القطعة المبتورة مثل ما قلت من التراب الوطني وهذا ما يدفعنا للتساؤل دوما وكل سنة يعني ليس حتى نصل إلى هذا التاريخ كي نتذكر هذا الملف من المفروض أن هذا الملف يفتح للنقاش في عديد مناسبات أنت كنت تشاهد يا عبد القادر على أثار هذه الجريمة النكراء في حق الجزائر دكتور محمد الأمين بغيت كيف يمكن أن نصف هذه الجريمة وكيف نصف أيضا تعامل السلطات الجزائرية مع الملف ككل؟ أنا في حدود تسعة وتسعين كتبت دراسة سميتها التجربة النووية الفرنسية بين الجريمة المعلنة والعظمة المزيفة وهذا الدراسة منشورة من كتابي تاريخ الجزائر المعاصر المطبوع في بيروت في ألفين وواحي أنا شخصيا زرت المنطقة في تسعة وتسعين وشهدنا الأثار وغمرنا أيضا لأن المنطقة لا تزال الإشعاع فيها إلى ملايين سنين البلوتونيوم يبقى تأثير حاضرا إلى ربعة فاصل خمسة مليار سنة وبالتالي المنطقة المسروقة من هذا الوطن العزيز تزيد عن خمسمائة ألف كيلومتر مربع في أقصى الجنوب الغربي الأمر الثاني على المستوى التاريخ فرنسا يوم خرجت بعد دور لشاسور أفريكان وبعد تحرير منطقة لميدي دولا فرنس من طرف الأمريكان والقناسة الأفارقة والجزائريين والمغاربة والتوانسة تحديدا خرجت وهي تفكر يجب أن لا تعود من جديد الجزمة الألمانية إلى فرنسا ولذلك يجب علينا أن نفكر في كيفية الدخول إلى النادي النووي والمعروف أنه في 2 أوت و 6 أوت فجرت القنبلتان الأمريكيتان على هيروشيما وناكازاكي وتأثيرها وضع كل الوضوح البلد الثاني الذي فجر مباشرة بعد ناكازاكي وهيروشيما قنبلة نووية في سيبيريا هي الاتحاد السوفياتي وهي الشخص أو الدولة الرمزية الثانية التي أسمحت تملك ما يسمى بالسلاح الاستراتيجي الدولة الثالثة هي بريطانيا فكيف السبيل لفرنسا ولذلك فرنسا هيئت الإمكانيات المادية وتوفرت على مجموعة كبيرة من العلماء والإشراف شخصيا على محر فرنسا اللي هو دوغول الذي جاء إلى الجزائر في مارس 1944 وأطلق صورة بائخة للجزائرين كما كانت عليه أيام مشروع بلوم فيوليت لكنه كان يفكر في كيفية إخراج فرنسا فيه من مذلة أمام الأساس والقوات النزية الألمانية التي دخلت بالرغم وجود ما يسمى بخط ماجينو فرنسا وصلت بصورة دقيقة جدا إلى السر سر اكتشاف ما يسمى بالقنبلة النووية وهذا بتمكنها أولا من تخصيب ما يسمى باليورانيوم وللأكثر غرابة وأكثر خطورة الذي لم توضحه بعد التقارير والدراسات هو هذا اللقاء الغير طبيعي أو الزواج الغير شرعي ما بين العبقرية هكا بين قوسين الإسرائيلية والمال الإسرائيلي وما بين ألير لماريشال ألير ودوغول لأن القنبلة النووية الفرنسية هي شراكة معروفة طبيعية بين إسرائيل وبين فرنسا ففرنسا في 59 بدأت تفكر تفكير أين سيكون أول تفجير لأول قنبلة النووية الفرنسية وكان التفكير في مجموعة من الجزر في الباسيفيك لذلك كان التفكير أولا في غوادلوب في بيلانوزيا ولكن للأسف شديد الطيران في ذلك الوقت يتطلب 27 ساعة من الطيران المستمر بمعنى ذلك لابد لها من نزول اضطرار التقني وفي هذه الحالة النزول الاضطرار التقني في أي بلد من العالم محرم دوليا لأنه قد يحدث خلل فيتسرب اليوران يوم المشاع فيحدث كارثة أسوأ بألف مرة من أن تنفجر تحت باطن الأرض أو حتى في الهواء ولذلك أول ما فكرت في 59 ودوغول هو الذي أعطى وأشرف رسميا على هذا الأمر هذا هو أن تكون ما يسمى بمثلث الموت جنوب غرب الجزائر اللي هي منطقة رقان وحمودي وإنكر لذلك في 59 تأخذوا القرار وبدأوا يعدون المعدات عن طريق ما يملكون من قواعد حربية وطبعاً الأمر هذا معروف وأكيد الأخ الكريم الذي حق في الأمر كان فيه سرية تامة وكان بإشراف حتى أهال المنطقة أستاذ لم يكن يعلمون بيدي حتى الجنود الفرنسيون وهم يعملون داخل الواقع أنا أقرأ الآن مذكرات أحفاد الذين شاركوا في التفجيرات من الجنود الفرنسيين دوسوش فرانسيز لا ليس لنورافريكا أو لأبناء المستعمرات لا من الأصول الفرنسية هؤلاء كانوا لا يعلمون وقد أعرضوا أبناءهم إلى ما أعرضوا إليهم 150 جزائري كفئران تجارب ولذلك فاختيار منطقة رقان وحمودي وإنكر التفجير الأول والثاني والثالث الأزرق وغيره هي تحت سرية تامة لكن كان هناك إشراف مباشر فقط ما بين دوغول وما بين ماريشال ألير وطبعا هيئة فرنسا كل الظروف كل الظروف هكذا تقول لما سئلت بعد التفجير الأول ماذا أعددتم من أجل حماية المدنيين ماذا أعددتم من أجل حماية منطقة إفريقيا الغربية وعلى الخصوص أنها جزء من مسؤولية فرنسا القانونية لأنها سينيغال وتشاد وموريطانيا والجزائر تحت الوساية الاستعمالية لذلك دوغول قال لا هذا تفجير عادي تحت الأرض فتأثيره لن يزيد عن هذه المنطقة الخالية من السكان الفرنسيون كان مشروع بعيد المدى إلى يومنا هذا فرنسا لا زالت في مرحلة تجاربها النووية لا زالت تستخلص النتائج التي تبعت تلك التفجيرات لأنه بحكم كل هذه السنين 57 سنة اليوم لنزل نلاحظ الأثار التي تركتها هذه التفجيرات فهذا يعد تجربة مستمرة ولن تنتهي مثل ما أشار الأستاذ ألاف سنين وأثار هذه التفجيرات ستلحق بأهالي المنطقة ومش أهالي المنطقة فقط يعني حتى المناطق المجاورة من خلال العوامل الطبيعية لانتقال الأشعة النووية عبر هبوب الرياح يعني حتى الزوابع الرملية المشبعة بتلك الأشعة تنتقل من منطقة إلى أخرى وغار الضر في يومياته في المواد النحاسية الحديد فكل هذه الأمور جعلت أو أوقعت الجزائري في فخ هذه السموم النووية التي يعني انعكست في حياته اليومية من خلال أمراض نادرة ونادرة جدا يعني ومستعصية إلى يومنا هذا يعني حتى الموليد الجدد وإحنا وقفنا في سنة 2014 قمنا بإنجازها التحقيق ووقفنا على داخل مستشفى رقان على ولادات غريبة جدا لأطفال يحملون أمراض وتشوهات خلقية نادرة فكل هذه الأمور اليوم تدفع بنا إلى الحديد عن دور السلطات الجزائرية أين هي؟ في إعادة تفعيل ما مصطلح عليه أستاذ بقانون مورا الصادر في سنة 2010 والذي حولت به الحكومة الفرنسية در رماد على الأعين مصطلحت عليه بقانون التعويضات لضحايا تجاربها النووية ونحن نقول تفجيراتها النووية هذا القانون لم ينصف الجزائريين ولم ينصف حتى البولونيزيين أنفسهم يعني هذه الجزيرة الفرنسية التي هي خاضعة تحت الحكم الفرنسي أيضا تم فيها تفجير نووي سنة 1966 وسلطات الفرنسية حاولت أن تظهر للعالم بأنها تريد أن تمحي أثار جرائمها ضد الإنسانية من خلال هذا القانون لكن إلى يومنا هذا أستاذ ربما تشاطني الرأي هذا القانون لم ينصف الجزائريين ولا حتى البولونيزيين لأنه تم وضع شروط تعجيزية جدا في بنوده لإثبات حقيقة تعرض هؤلاء السكان إلى إشعاعات نووية ناجمة عن هذه التفجيرات الجزائريين مثلا يشترطون عليهم أن يثبتون أن هذا الداء الذي يعانيون منه أنه نتيجة أو بسبب هذه الإشعاعات النووية وتم تحديد حتى فترة زمانية يعني غير منطقية تماما يعني من سنة 1967 حسب هذا القانون هم غير معنيين بهذه إلي ومن هذا هم غير معنيين بهذه التجارب والمختصون في المجالات النووية يؤكدون بأن آثار مثل هذه التفجيرات وهذه الجرائم تمتد إلى ألاف سنين طبعا إذن في هذه الحالة عبدالقادر الأثار واضحة وجلية جدا وكيف ربما دفعت ثمنها مواطنون جزائريون عزل وبرئون دكتور محمد الأمين بلغيث في هذه الحالة ما هو السبيل لرد الاعتبار لهؤلاء وأيضا قد لا نذهب بعيدا ونقول محاسبة فرنسا لكن على الأقل جرها للاعتراف وجرها لتعويض الضحايا أنا نقول أن هذا الكلام أنا تتحدثت عليه كثير في وسائل الإعلام وتكلمت عليه أيضا في دراسات وأبحاث كنت وقد نشرتها أنا كنت نطالب فقط أن الدولة تكون جادة في إحراج الفرنسيين وفتح ملف جرائم الجيش الفرنسي إحراجهم نحن نملك الوسائل المادية لإحراج جيش مجرم جيش من الجلدين هذا ليس كلامي الدلائل متوفرة متوفرة كل القرائن والأدلة والمطلوب أولا ليس فقط التعويض أو الاعتراف المطلوب فقط أنه في المرحلة المستعجلة أن فرنسا تملك الإمكانيات التقنية العالية على الأقل ليس فقط تكفل بهؤلاء أولا لتنظيف المنطقة هذا هو الأهم النقطة المحورية الأساسية هو يمكن يمكن تنظيف المنطقة من هذه الأليات من هذه الأشياء المجهولة التي تحدث عنها المحقق جزاه الله خير وأيضا لابد أن تتكفل بهؤلاء المرضى الذين يولدون خاصة في شهر مارس وشهر أبريل مشوهين تشويه كامل جدا وهذه ليست فقط لأنهم لا ينتمون إلى موليد 66 أو 67 الجريمة ستبقى معلنة إلى ألاف سنين ودليل على ذلك أني عندي اسم مشهور فرنسي اسمه برينو باريلو يقول إن الرقم الذي تطرحه وزارة المجاهد الجزائري خطأ أي أن الوزارة المجاهدين في افتتاحية مفتاحية جرائدها تقول أن الذين تأثروا تأثير كبير جدا بهذه الجريمة 30 ألف جزائري هو لا يقول أكثر من 42 ألف جزائري معنى ذلك أن هناك 42 ألف شاهد على جرائم فرنسا إذن المطالب أولا هو تنظيف المنطقة بما تملك فرنسا من إمكانية عادية حتى لا يكون هناك بحاية جدد الأمر الثاني لابد من الاعتراف بالجريمة جريمة التفجيرات التي حدثت من 60 إلى 1966 الدولة الجزائرية تقول 13 تفجير الفرنسيون فيهم من يؤكد على 17 لكن علماء الجزائر وأنا لا أذكر الأسماء قول كأن 57 تجربة هذه 57 تجربة هي ما بين كل تجربة والتجربة حوالي 150 كيلومتر معناها أنه عندنا أزد من 10 ألاف كيلومتر موبوءة بشكل كبير جدا باليورانيوم المشيح هذا يمثل خطر متساعد ومتزاعد ومتواسط والحيوان وكل ما هو حي بما في ذلك المياه الجوفية ولذلك ألاف القطعان التي تمروا بهذه المنطقة بالرغم أن السياج هو حديث عاد السياج الموجود الآن في منطقة رغان أو إنكر أو حمودي هو حديث عاد من مرامل علينا أولا أن نبقى الحاجة اسمها الإعلام الصحي لابد من إشعار الناس بخطورة المكان أو خطورة استخدام ما هو موجود من حديد ونحاس وغيره وعلى الأقل للأطفال يجب علينا أن نحمي أبنائنا هذه مسؤولية الدولة وليس مسؤولية الأفراد أو جمعيات المجتمع المدني في رغان أو غيرها بالحديث عن ربما مساعي الأفراد والجمعيات كان هناك بيان للربيط الجزائرية والدفاع عن حقوق الإنسان تحذر فيه وتتوعد برفع دعوة قضائية دولية ضد فرنسا حول هذه الجريمة كنا نشاهد عبر الصور التي عاد بها المحقق زميل عبدالقادر خربوش شهادات لضحايا هذه التجارب النووية ربما الصور صادمة وصادمة جدا مطلب الاعتذار والتعويض قد لا يكون كافيا لهؤلاء لإعادة الاعتبار له طبعا لن يكون كافيا وحقوق شرعية الاعتراف ثم التعويض فالتكفل الطبي بهؤلاء الضحايا وقبل ذلك مثل ما قال الدكتور تنظيف المكان وإعادته إلى داخل التراب الجزائري من خلال الحصول على الأقل الحصول على خريطة توزيع وردم تلك الآليات أنا شخصيا وقفت على آلية من الآليات والله يعني أصيبت بالذهول لما وقفت أمامها وموضحة في الوثائق تشبه سفينة فضائية تقدر تشبهها إلى غواصة حربية تقدر تعطيها كل شيء يعني فإحنا لنملك الوثائق الموثقة لهذه الآليات ما الذي يمكن أن تفعلها في يوم الأيام يعني أنا واحد أتساءل في يوم الأيام ربما فرنسا قد ردمت لنا قنابل أخرى وفي أي وقت من الأوقات ممكن أنها تعود وتحتل الجزائر من جديد وتفجر رقان وتصبح الجزائر كلها في حمام من أثار هذه التفجيرات فالآن العمل الدبلوماسي يجب أن يكون أقوى من أي وقت مضى اليوم نشوف مرشحي الانتخابات القادمة الرئاسية الفرنسية يأتون إلى الجزائر وكأنه لا يوجد أي ملف مطر وحوة عالق بين البلدين وكأنه لا شيء يمكر بين البلدين نعم يجب على الدبلوماسية الجزائرية ممثلة سواء في وزارة الدفاع الوطني أو وزارة المجاهدين أن تتحرك لأن تصل إلى حل نهائي وتنتهي وتتوقف عن المطالبة بالاعتدار أو أي أمر من هذا وعندنا آليات الضغط طبعا رؤوفة والأستاذ عندنا آليات كثيرة للضغط عندنا السلطات الفرنسية وفرنسا لديها مصالح كبيرة اقتصادية في الجزائر فلوظف هذه الملفات للضغط عليها عبد القادر عذرا فقط نريد تعليق من الدكتور عبد المحمد الأمين بالغيت البعض يقول أن السكوت الجزائري ما رده أنه كان هذا إحدى الشروط التي تفاوضت عليها جبهة تحرير الوطني وجيش تحرير الوطني إبان اتفاقيات إذيون هذا صحيح هذا كلام سليم لكن أنا شخصيا لا أعذر السلطات السياسية العلية مثل ستين إلى ستة وستين على الأقل نريد تسرط حكيم يعيد هذه القضية إلى مسارها الصحيح لكن أنا نقول حاجة أنه بداية الأعمال التي كانت تتهيأ من أجل تفجيرات نووية العالم في هذه الفترة كان لا يملك وعي كامل بخطورة القنبلة النووية متى بدأ يعني العالم خطورة القنبلة النووية بعد 2 و 6 أوت في ناكازاكي وهيروشيما لماذا ولكن أخطر من ذلك العالم كله استنكر العمل العدواني الذي قمت بها فرنسا في دولة قبق أوسيني أو أدنى من الحصول على سياداتها في 13 فبراعي 1960 وهي الجزائر ولأن هذه الغمامة التي أحدثتها أول قنبلة فيرغان في 13 فبراعي 1960 وصلت إلى حدود إسبانيا وقربة وصلت إلى كل أفريقيا الغربية وإلى الخليج العربي وإلى مصر بل حتى إلى أمريكا اللاتينية وأثارها لن تزول بزوال الألف سنين لذلك ربما أنا لا أمريكو ما عنديش أنا ما لكن أنا أعرف أنه بعد 65 بعد 65 وقعت السلطة الجزائرية في خصام عنيف جدا بينه وبين الفرنسيين وهو ما عجل خروج الفرنسيين من المرسل الكبير في 67 يعني قبل نهاية المتفق عليه في أفيان اللي هي 15 عام والأمر الثاني منطقة عينكار كانت تحت سلطة الفرنسيين لكن الفرنسيين غلفوا حضورهم بحاجة سموها للجزائريين تجربة علمية ولكن في الحقيقة ليست تجربة علمية من 66 من 66 إلى 66 فرنسا كانت تفجر قنابل نووية خمس مرات أكبر من تجربة هيروشيما قبل أن نختم هذا الحديث دكتور محمد الأمين بلغيث وأيضا زميل عبد القادر خربوش أدعوك للاستماع إلى هذا التصريح ومن طفل صغير عدت به أنت أثناء إجرائك لهذا التحقيق هذا الشيء لا يسامح فرنسا لا يسامح فرنسا بحسدها أو حقدها لا يسامح فرنسا لا يسامح فرنسا لن نسامح فرنسا وأدعو فقط كنداء للسلطات الجزائرية وزارة الصحة أن تعني تكفلا خاصا لأهالي منطقة رقان عندي عدة حالات عرضتها في العمل الذي عرضت منذ قريب سنوات الآن لم يتحرك ولا مسؤول لإنقاذ هؤلاء الأطفال ولا ملقوا حتى التكفل ولا حتى التفاتة طبية لهؤلاء الأطفال حالة من الحالات التي اشتغلت عليها الآن راه تنفق أموال كبيرة من العائدات تعالعائلة القليلة وتمشي حتى تونس باش الدوية وين هي مستشفيات الجزائر على شرقان مبتورة من تراب الوطني فيما يخص التكفل بمثل هذه الحالات لمن المفروض أنها تسطر لها برنامجا خاص واضح واضح شكرا جزيلك عبد القادر خربوش دكتور محمد الأمين بلغيث ربما في تعليق قصير حتى نختم الحديث حول هذا أولا أنا أذكر للأمن والتاريخ أن الضحايا يزيدون عن 45 ألف وأن الأثر ستبقى إلى 24 ألف وربعمائة سنة وأن البلوتونيوم ستبقى أثره إلى 4.5 مليار سنة يعني لما تسمع أرقام كهذه العلماء في التفجيرات الظووية تسمح مذهول تقول ما مسؤوليتنا نحن تجاه هذه المنطقة مثلث الموت الأولى لابد لنا أن ننشر واعي بخطورة استخدام الآدوات التي استخدمت في هذا المثلث الموت الأمر الثاني يجب علينا أن نعد من لف حقيقي من أجل إحراج نقول إحراج إحراج الفرنسيين الذين يأخذون أموالنا من خلال هذه الألف الشركات التي تسيطر على مشاريع كثيرة في الجزائر والأمر الأخير أنا نقول أن لله وللرسول أن الشهادة تقول أن هؤلاء ضحايا فرنسا المجرمة وأنا أردد دائما فأقول فرنسا المجرمة قديما وحاليا وليس هذه الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر بين الفترة الاستعمارية الأكاديم المؤرق محمد الأمين بلغيس شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا عبدالقادر خرب والزميل المحقق شكرا جزيلا لك أيضا أنت على حضرك معنا